لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد السيد نجم القصاب رئيس مجموعة الموارد للدراسات والإعلام ومن لندن الكاتب والمحلل السياسي السيد علاء الخطيم أبدأ معك سيد نجم في بغداد كيف بالإمكان فهم هذا العفو عن السياسي العراقي الذي كان مدانا بتهم مرتبط بالإرهاب السيد العساوي هل نحن أمام حيثيات وتطورات ومعطيات قضائية أم ربما ترتبات سياسية تحية طيبة لك ولكل متابعيك الكرام بالتأكيد يعني العامل السياسي يدخل مثل هذه القضايا التي فيها لربما اتهامات سياسية عندما تم الحكم على وزير المالية الأسبق رافع العساوي في حكومة السيد نوري المالك رئيس الوزراء الأسبق لكن كما تعلم في الدستور العراقي هناك فصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية وكذلك السلطة القضاية ليس من حق أي شخصية سياسية أو رئاسية تدخل تم اطلاق صراح السيد رافع العساوي وفق المادة 130 من أصول المحاكمات الجزائية المادة المتهم بها حينها هي أربع أرهاب القاضي التحقيق لم يثبت بحق المتهم أي دليل إثبات وحتى كان الشاهد الوحيد الذي اعترف على رافع العساوي قد انسحب أو قد نكر هذا الاعتراف وبالتالي أطلق صراحه وتم عفاءه من هذه التهمة أما التهمة الثانية تخص بالأمور المالية والإدارية وفق المادة 247 من أصول المحاكمات الجزائية تم اطلاق صراحه بكفالة مالية والمواد الأخرى أو الدعاوية التي اتهم بها السيد رافع العساوي كل الدعاوية التي كانت قبل 27 آب عام 2016 إنها مشمولة بالعفو العام لكن كما تعلم بالتأكيد هناك مساومات ضغوطة سياسية من أجل تهديات الأوضاع لأن السيد رافع العساوي هو شخصية سياسية اتهم السيد المالكي بأنه قد تم ترتيب هذه الدعاوية كيدية من أجل إبعاده عن المنصب أولا وعدم تمرير بعض الصفقات التي كان يطالب بها السيد المالكي من قبل وزير المالية حينها السيد العساوي ما رأيك سيد على مسار العفو والإفراج عن العساوي تراه قضائي أم سياسي بدرجة أكثر لا هو مسرحية سياسية محبوك بالتأكيد طبعا تحية لك بالتأكيد يا سيدي هو مسرحية سياسية محبوكة من كل الأطراف والقضاء كان أمام المحك في كثير من القضايا ليس في هذه القضية فحسب أنه في قضايا كثيرة القضاء في العراق هو ليس قضاء نزيه وليس قضاء مستقلا ولكن هو قضاء مسيس بالتالي يتأثر حقيقة بما يجري في الساحة السياسية لأنه اعتقال السيد العساوي هو إذا كان صحيحا فيجب أن يحاكم وصدر بحقه حكم غيابيا وبالتالي هذا الحكم الغيابي إما أن تكون المحكمة كانت قد يعني وفرت كل الأدلة لإدانة السيد العساوي وبالتالي حكمت عليه وإما أن تكون المحكمة كاذبة وساومت وحقيقة داهنت السيد المالكي بإصدار قرار ضد السيد العساوي في الحالتين يجب أن يحاكم أحد الطرفين إما أن يحاكم السيد العساوي ويحاكم السيد المالكي باعتبار أنه أحدهم الجاني وأحدهم مجني عليه ولا يمكن حقيقة أن الكل يكون أبرياء والكل يكون أحمال وديعة والكل من أجل المصالحة ومن أجل الوطن طيب أين ذهبت هذه الدماء التي أريقت وكل هذه المعارك الطائفية في 2006 و2007 وما لحقها وبعدين حقيقة من تثوير الشارع العراقي بطريقة أو بأخرى من قبل الجانبين ثم أين ذهبت هذه الاعترافات اعترافات أصدقاء السيد العيساوي يعني السيد حاتم علي سليمان اعترف عليه وقال نحن اجتمعنا في جبل حوران واستلمنا من قطر إلى آخره هذه الأموال هذه قضايا مسجلة هي ليست قضايا حقيقة كانت في الملفات ومرفوفة على الرف أو مركونة على الرف وبالتالي إما أن يحاكم السيد المالكي بتهمة التجني على السيد العيساوي أو أن يحاكم السيد العيساوي بطريقة عادلة وشفافة أمام المجتمع العراقي العراقيون حقيقة يطالبون بقضاء نزيه يطالبون بقضية أن تكون عادلة نحن لسنا ضد السيد العيساوي ولسنا مع السيد المالكي ولسنا ضد السيد المالكي نحن مع العراق أولا وآخرا ويجب أن يكون القضاء هو قضاء مستقلا يعني يمكن أن يمر القانون على الجميع وأن يحكم للجميع بالعدل سيد نجم ترى بأن هذه التطورات هي تطورات وخيثيات ومواطيات قضائية أكثر منها سياسية وإن كان العنصر والعامل السياسي حاضر بثقله لا شك لكن إذا كان القضاء يقول اليوم بأن هذه التهم التي وجهت العيساوي هي تهم كيدية والآن تصبح باطلة ألا ترى ضرورة كما يقول السيد علاء للعودة لمحاسبة صاحبها ومحاسبة من أطلقها يعني بلاغ كاذب يعني أنا عفر السؤال فضل سيد نجم فضل بس عائعة السؤال إذا أمكن إذا كان القضاء اليوم سيد نجم يقول بأن التهم التي وجهت للعيساوي كانت كيدية ويتم إسقاطها الآن ويتم العفو عنه ألا ترى بأن هناك حاجة لمحاسبة من أطلق هذه الاتهامات له بالتأكيد يعني التهم عندما يتم إثباتها كيدية يتوجب محاسبة من الذي بلغ على هذه التهم بحق سواء العيساوي أو الغير عيساوي كثير من المتهمين بعد سنوات طويلة من الاعتقال أو الذهاب إلى السجن يتم إطلاق صراحة براءة لأن كما تعلم مجتمعنا مجتمع الشرقي لربما العداءات الشخصية أو العداءات السياسية تصب في مصلحة التسقيط والأسقاط والأسق التهم بحق الخصوم منها الخصوم السياسية لكن أنا أعتقد طيلة السنوات الماضية خصوصا بعد وصول رئيس مجلس القضاء إلى على حالي القاضي فايق زيدان قد استطاع أن يبعد بعض القضاة الذين تم إيصالهم إلى هذه الوظيفة عن طريق الأحزاب وجعل خصوصا قضاة التحقيق من أهل الاقتصاص وبعيدا عن التحذب أو عن الطائفية لأن في 2008 و2009 وحتى في الحكومات السابقة لربما قبل السيد عبادي كانت هناك كثير من الدعاوى الكيدية أو ما يسمى المخبر السري ويأخذ بهذا الإبلاغ ومن ثم يتم الحكومة لكن المخبر في هذه القضية سيد تجم لا يبدو سريا الاتهامات لم تكن اتهامات شخصية كانت اتهامات مرتبطة بقضايا متعلقة بالإرهاب المحصلة التي نتابعها الآن بأن الخلاصة القضائية لا يحاسب من كان متهما بالإرهاب ولي وحسب من اتهمه كذلك لا متهم ولا حساب لكل هذه العناصر والأطراف الحاضرة في هذه القضية أليس كذلك نعم كما تعلم هو في ضل الصراعات الطائفية عندما ارتفع منسوبها وانتشرت في المدن العراقية كثير من كانوا يتهم أما أن يكون إرهابي مع تنظيم القاعدة أو يكون حتى مع التيار الصدري الذي كان يقاوم الأمريكان حينها كانت خلافات سياسية داخل البيت السياسي الشيعي وداخل البيت السياسي السني وأغلب من الذي كانوا يخبر عنهم هم من الطبقة السياسية بالدقيقة الأخيرة سيد علاء هل ترى هذه الترتيبات مقدمة للمزيد من الشيء ذاته للمزيد من قرارات مشابهة وعودة لسياسيين آخرين كانوا أخرجوا من المشهد وفق ترتيبات كانت مشابهة وقضايا مشابهة تماما سيد العزيز كانت هذه الترتيبات حقيقة يعني تعود بالنفع على العراقيين فلا بأس بها أن تصفر كل المشاكل ونبدأ بنقطة شروع جديدة في بناء الوطن وفي عملية التطوير لأنه العراق لا يحتمل أي أزمات إذا كانت من هذا المنظور لكن يجب أن تكون هناك شفافية لا أن تكون هناك حقيقة يعني عملية لف ودوران في قضايا الأحكام أنا قلت بشكل واضح جدا يعني السيد العيساوي حكم عليه في زمن السيدة فاق زيدان لم يكن قبل فاق زيدان ولا بعد فاق زيدان والآن نفس السيد فاق زيدان هو رئيس مجلس القضاء وبالتالي الأحكام صدرت مجلس القضاء فعلى مجلس القضاء أما أن يكون قضاء النزيهن هذا مجلس القضاء أما أن يكون هذا المجلس هو فعلا مجلس قضاء أو أن يكون مجلس سياسي دعونا حقيقة نضع النقاط على الحروب وبالتالي علينا المسير في هذا الاتجاه لا شك أنه كلنا يبغي أن نبدأ بنقطة شروع جديدة لبناء الوطن ولكن ليست على حساب المواقف هذه المساومات حقيقة تسقط هيبة الدولة دعني أقول كلمة أخيرة أن هيبة الدولة لا تكمن فقط في السلاح الخارج عن القانون ولكن أيضا في نزاهة القضاء وكذلك في نزاهة الموظفين وكل ما يتعلق بالدولة هذه السياة للدولة عندما نطالب بأن تكون هناك هيبة للدولة علينا حقيقة أن ندعم القضاء بأن يكون قضاءا نزيها مستقلا عادلا لا يفرق بين العراقيين لا يمكن لأي متهم حقيقة عندما يسلم نفسه إلى القضاء يسكن في فندق الرشيد بالدرجة الأولى ويأتي إلى المحاكم لا يمكن حقيقة السيد رافح يسكن في فندق الرشيد وجاء به إلى المحكمة وأطلق صراحة هذه قضية مسرحية واضحة جدا لا نحتاج حقيقة إلى أن نبررها فأنا قلت أما أن يحاكم المالكي أو يحاكم هؤلاء أو أن نعلن أنه نقطة شروع جديدة في بناء الوطن شكرا شكرا جزيلا لك من لندن الكاتب والمحللة السياسية السيد علاء الخطيب ومن بغداد رئيس مجموعة الموارد للدراسات والإعوام السيد نجم القصاب شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لك 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 شكرا جزيلا لك